حسألك بشكل مختلف شوية عن المعايير اللي حيتم من خلالها اختيار مدربة المنتخبات خلال المرحلة المقبلة وهل المعايير دي كانت موجودة أصلاً ولا ما كانتش موجودة؟ هو طبعاً كابتن في كل مجلس إدارة تبقى فيه معايير بس المعايير مع كرة القدم الحديثة إن كان حتى الفيفا عاملين محاضرة من ضمن المحاضرات وحطين سبع منود رئيسية في كرة القدم الحديثة وبالتالي حضرتك لما تيجي تختار في كل مرحلة من المراحل المدربين لابد أنك أنت تواكب التطور الحادث في كرة القدم على مستوى العالم يعني دلوقتي كرة القدم كانت زمان ما لديش علاقة بالاقتصاد بشكل كبير جد وكلها هوى دلوقتي كرة القدم أصبحت كرة القدم مرتبطة بالاقتصاد وأصبحت صنعة وبالتالي المدرب اللي عندك مش بس ليه إمكانيات ومهارات وإمكانيات فنية لابد أن يكون كمان لإمكانيات تسويخية لأنه ليه دور كبير جدا في عملية التسويق حتى لو ما كانش بشكل مباشر بيبقى بأشكال غير مباشرة فالمدير الفني أو المدرب بصفة عامة لابد أن يكون عنده فكر إداري وعنده فكر في عملية الإستثمار والتسويق ده ما كانش زمان يكون ممتلوب منه نهائيا لا دلوقتي الوضع مختلف في العصد الحديث عشان كده المعيير حضرتك في كل مرحلة بيتحط معيير تتناسب مع المرحل بالصبت كده تتناسب مع المرحل وده اللي احنا عاكفين عليه تماما حضرتك وبنعمله في المرحلة الحالية إنه احنا بنعمل معايير جديدة وطبعا ما بنبدأش من الصفر عشانه بقى صريح ما بنبدأش من الصفر لا وهو ده مهم إن انتم متبدأوش من الصفر بصراحة نحنا بنبدأ المعايير اللي كانت موجودة في السنوات السابقة كانت إيه؟ طب إيه الجديد اللي عندنا اللي احنا لازم نحطه وإيه اللي موجود في دول أنا يا فندم أشك أن في الصابق كان في معايير أشك يعني دي حاجة بعيدة عن حضرتك حرارك ما كنتش موجود يعني في الإدارة دي بالتحديد بس أنا أشك أنه كان في معايير بس خلينا أسألك سؤال مهم لأن المداخلة دي بالنسبة لنا أو بالنسبة لكل ما طبعيني بالنسبة لي أنا تحديدا مهمة جدا أعرف منها حاجات كتير هل ممكن نطلع على ملامح خطة فيتوريا بالنسبة لتطوير المنتخب أول أو لمستقبل منتخبنا الوطني الأول خلال الفترة المجبلة تبقى لما تم الإعلان عنه أن في خطة موضوعة للمنتخب الأول هل نقدر نعرف الملامح خطة الخطة دي؟ والله حضرتك بالنسبة للخطة فيتوريا أو خطة المنتخب الأولمبي دي تبقى مصدولية الأجهزة الجهاز المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي تمام فهما يعرضوها على مجلس الإدارة تمام وإدارة المداربين دايما حتى على مساوى كل دول العالم بتبقى كل لها اعتمام بقطاعات الناشئين والشباب لكن المنتخب الأولمبي والمنتخب الكبير دا بيبقى مباشرة مع مجلس الإدارة طيب دكتور جمال محمد علي مدير إدارة المداربين باتحاد الكورة هل أنت متفائل بمستقبل منتخب الأولمبي والمنتخب الأول مع فيتوريا ومع ميكالي؟ إن شاء الله طبعا يعني أنا شكرا 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 شكرا